أكدت وزارة الخارجات الفلسطينية أن إسرائيل استبقت زيارة وزير الخارجات الأمريكية أنتوني بلينكين للمنطقة بتصعيد جرائمها وإبادتها الجماعية واستهداف المدنيين ومنع وصول الاحتياجات الأساسية لأبناء الشعب الفلسطيني وطلبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته بتحرير حقوق الشعب الفلسطيني بقوة القانون الدولية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين والاعتراف الأمريكي بها ودعمها لنير العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بشكل عاجل